السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في درس جديد احنا اليوم برضو هنستكمل ما بدأناه من بعض المسائل على وحدة الشغل والطاقة والقدرة احنا اخذنا المسال الاول ووجدنا مثال كان جسم مثلا الجسم ده بيسحب بتأسعلي قوة وقوة دي سابتة واصرت عليه وكان واصرت عليه بزاوية مقدارها مثلا 20 او 30 او 40 وعلى سطح خشن واوجدنا الشغل الناتج بواسطة هذه القوة السابتة ثم اوجدنا الشغل الناتج بواسطة قوة بواسطة قوة احتكاك والشغل الناتج بواسطة قوة العمودية وشغل الناتج بسقوة قوة جزوية هناخد مثال اخر مختلف عن المسال السابق لو قلنا مثلا يدفع رجل عربة كتلتها خمسين كيلو جرام في هذه الحالة الامب كام او يدفع رجل عربة كتلتها خمسين كيلو جرام يبقى ام خمسين فيفت كيلو جرام بسرعة سابتة اعلى سطح يميل على الافق بزاوية مقدارها 30 يبقى سيتا بكم بثلاثين درجة يعني انا عندي الشكل هو الشكل طبعا ده بسمو مخاطط الجسم الحر انا عندي ادي الجسم تمام الجسم ده دفع الى اعلى بقوة اف اه ويميل على الافق بزاوية مقدارها 30 درجة عايزين الشغل اوجي الشغل الذي يبزل الرجل حتى يصل الى اعلى سطح من يصل الى اعلى سطح الرجل مع طبعا ما العربة مع اعلى سطح الذي يعلو بمقدار كام تلتمائة متر يبدل ارتفاع كام تلتمائة متر تمام عن نقطة البدل الحركة ومعامل احتكاك الحركة كام الميو كي مدام قول معامل تكاكي وبساط حقاش عايز مين هو عايز الشغل الذي يبزله الرجل حتى تصل العربة الى اعلى نقطة موجودة على سطح في هذه الحالة احنا نبدأ بتحليل القوة نبدأ بتحليل القوة انا عندي ادي العربة لها وزن الى اسفل ام جي الام جي تتحلل الى مركبتين ام جي كوزاين اهي وهنا ام جي ساين ودي عبارة عن ام جي ساين 30 هي القوة التي تمنع الحركة مع مين مع قوة الاحتكاك اللي بيسوي الميو كيف الان وهناك قوة رد فعل العمودي الى اعلى ان ودي متزنة مع المركبة بتاعة الكوزاين ام جي كوزاين سيتا يعني الان تساوي ام جي كوزاين سيتا نجد هنا ان على الرجل ان يقاوم قوتين هما مركبة وزن العربة باتجاه السطح المائل اللي هي الام جي ساين سيتا وقوة الاحتكاك التي تعمل ايضا باتجاه معاكس للازاح اي ان مقاومة الرجل تعطى بالعلاقة الاتية الاف تساوي ام جي ساين سيتا لي ساين تلاتين زائد قوة الاحتكاك اللي هي الميو كيف الان ماشي نبتدي احنا ايه نبتدي نعوض اولا الام بخمسين الجيب ناين بوينت ايت وساين تلاتين بكام ساين بتلاتين بنص تمام يبقى مسلا اهو زيري بوينت فايف بلس ميو كيه لهو واحد من عشرة مضروة في الان اهو الان بتساوي ايه الان تساوي ام جي كوزاين سيتا ام اهو ادي الان و ادي الام جي كوزاين سيتا الان جي كوزاين تلاتين يعني تساوي ممكن نقول احو تقول بتساوي كام في هذه الحالة ادي خمسين نعيد الكلام ده تاني كده لس زيرو بوينت وان اللي هو معاملة كاك الام برضو بخمسين مضروبة في ناين بوينت ايد وكوزاين تلاتين بتمانية باتي سبن تمام سبعة وتمين من مية ده كله يساوي كام لو استخدمنا طبعا الحازمة هيساوي 287 بوينت سيكس طبعا ده نيوتن لان دي قوة ازاحة العرب بقى هو ما ادناش ازاحة العربة لكن اداني ايه في المسألة افكر انا ما ادانيش الازاحة اللي هي الدي ما ادانيش باب اداني ايه اداني انا عندي اولا ادي الخط و ادي سيتا تلاتين و اداني الارتفاع ده تلتمية يبقى ممكن احسب الوطر ولا لان دي زاوي تسعين فصاين تلاتين تساوي تلتمية على دي يبقى دي بتساوي ايه بتساوي تلتمية على صاين تلاتين بكام صاين تلاتين تلتمية طبعا صاين تلاتين بنص فتلتمية في هزي الحالة يبقى دي بكام دي بستمية لانها تلتمية على نص بستمية وفي هذه حالة الشغل بكام الشغل الذي يبزول الرجل بيساوي 287 اللي أوجدناها اللي القوة الكلية اللي بيبزيلها الجسم اللي بيزيلها الرجل مضروها في كام مضروها في 600 تساوي كام على بعض كله بيساوي 17 لو استخدمنا الآلة 17 25 78 جول يعني ممكن نقتصرها تقريبا تساوي 1 2 3 4 يبقى 17 في 10 4 جول ده الشغل بقى الشغل الكل ناخد مثال آخر مثال آخر تمام عشان برضو نقدر نستوعب الدرس كويس تؤثر القوة سابتة مقدارها كام القوة السابتة دي مقدارها F تساوي 3 I 3 I minus 2 J طبعا نيوتن قوة قاس بالنيوتن على جسم فتغير موضوعه من كام موضوعه من كام من R1 هذا الموضوع الأولاني طبعا الموضوع مدام قال الموضوع يبقى متجه بساوي 5 I minus 7 J طبعا plus 6 K بالمتر إلى الموضوع الجديد اللي هو R2 تساوي كام ساوي 13 I minus 2 J minus 3 K اهنا عايزين الشغل الذي تبزله القوة على جسم أثناء هذه الإزاحة يبقى برضو ده بالمتر يبقى الشغل هنا مجهول بالنسبة لي ايه الحل الحل يباراني أول حاجة نوبد الإزاحة اللي هي دي الإزاحة يباران R2 المتجه الأولاني minus R1 لما ترحوا من بعض طرح عادي جدا ده minus ده أو R2 minus R1 هيديني في الآخر أطول يعني 13 I minus 5 I 8 I و minus 2 J minus minus 7 J plus 7 J plus 5 J وبعدين ده عبارة عن minus 3 K minus minus 6 K وبعدين 9 K جمع ده حاجة بريعا دول يبقى خلاص أوجدنا دي عايزين الشغل الشغل في هذه الحالة معروف حاصل ضرب القوة ضربا قياسيا في الإزاحة يبقى نضرب القوة اللي هي دي اللي عبارة عن اللي مدهاني في المسألة 3 I minus 2 J minus 2 J مضروبا ضربا قياسيا في الإزاحة اللي حسبناها 8 I plus 5 J minus 9 K لما نضرب في الآخر ده في ده ضربا قياسيا I في I معروفة خدناها I دوت I بسوا واحد وال J دوت J بسوا واحد وال K دوت K بسوا واحد لكن غير كده I دوت J I dot K كل زو زير يبقى 3 I ضربا قياسيا في الثمانية I 24 و 2 J مضروبة في 5 J يبقى وبدأ دي عبارة عن المسألة بتاعتنا طبعا في الآخر خالص الشغل الناتج كمية قياسية 14 وبالتالي الكلام بتاعنا كلام صح نلتقل بشاء الله المرة القادمة في واحدة جديدة هي الشغل وضاقط الحركة حنشوف العلاقة بين الشغل وضاقط الحركة برضو عشان نوجد شوف احنا اوجدنا هنا مسألة السابقة يعني اوجدنا بسيط القوة العمودية والشغل بسيط القوة الجاذبية هنا هو الداني موضعين للجسم R1 وR2 والداني القوة تمام واوجدنا عطول الشغل حاصل الضرب القياس اللي هو الدوت بروداكت للقوة في الازاحة نوجدها عطول تمام حسابي شكرا لكم ونلتقي المرة القادمة بإذن الله السلام عليكم